انهك حياة يكون تعبان او حد يكون مقصور من مشكلة او موضوع او لقدر الله حد يكون ماشي ورجلية تتكسر او ايدي تتكسر بيروح المستشفى وبيعملوله اكيد جبيرة هو ده اللي بنتكلم عليه النهاردة جبر الخواطر من صار بين الناس جابرا للخواطر ادركه الله من جوف المخاطر اللي بيوقف مع الناس اكيد ربنا دايما هيكون معاه وده موضوعنا النهاردة ان ازاي احنا نطبطب على بعض ازاي نكون قريبين لبعض ازاي نحس ببعض بنحاول دايما نكون همزة وصل بين اي حد ممكن عايز يساعد حد من خلال الجمعية المصرية ومن خلال ايضا مبادرة فاستبقوا الخيرات اللي بنحاول نشوف محافظات مصر اذا كان في حالات انسانية او في بعض المساجل اللي محتاجة تتبنيه او حد بيته النهاردة محتاج سقف من خلال ايضا مبادرة اللي احنا نكون سند ليهم واحنا بنكون حلقة وصل بين المشاهدين المحترمين اللي بتفرجوا علينا وبين الناس اللي دايما عايزين مساعدة بنقول اللي احنا في شهر رمضان كريم فبإذن الله معكم من خلال مبادرة فاستبقوا الخيرات نهاردة في مناك حياة بيشرفني شيخنا الجليل والفاضل واللي انا على المستوى الشخصي سعيد جدا نهاردة انه معي في مناك حياة الشيخ احمد الملكي من علماء الاظر الشريف يا نبيك يا شيخ احمد ربنا يجبر بخاطرك يا رب يا رب ربنا يجبر بخاطرك سعيد والله يعني تقريبا ده اول لقاء يجمعنا في برنامج حضرتك بي حياة فربنا يجعلوهم زان حسنيتك يا رب وكل عاما انتم بخير وانتم بالله اقرب وعلى طاعته ادوم وانا بسعد برؤياتك دائما ربنا يسعدك بشرف لي وحضرتك اضافة البرنامج بي حياة ربنا يجبر بخاطرك يا رب ايضا مشاهدين يعني بنقدم خالص العزاء لشيخنا الفاضل والجليل ربنا يرحمه يا رب ويجعل مسواه الجنة الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقول حاجة يعني من ريحة الزمن الجميل كانت موجودة وربنا يا رب يرحمه يعني ويكون دائما مسواه الجنة الله ما منه كان شرف لينا انه شرفنا وكان دائما في منك حياة سيدنا الشيخ الطبلاوي علي رحمته الله يعني انا دائما اقول كروان القراء وبموته فقد انفرط يعني اخر حبة من عقد اللؤلؤ الجحية اللؤلؤ منظوم المدرسة المصرية الجميلة نسأل الله عز وجل ان يمنى عليها بمزيد من القراء المشيخ القراء للقرآن الكريم العاملين بكتاب الله تبارك وتعالى سيدنا الشيخ محمد محمود الطبلاوي علي رحمة الله ميت وعمره 86 سنة 86 سنة عمره يعني افناه في كتاب الله تبارك وتعالى فنسأل الله عز وجل ان يجعل القرآن شفيعا له يوم القيامة وميت في شهر المراء يعني شهر الخير وان شاء الله يكون هذا يعني حسن خاتمة ان شاء الله يعني للشيخ رحمه الله وكان رمضان لا يحلو إلا بالشيخ الطبلاوي يعني رمضان لا يحلو إلا بالشيخ الطبلاوي والجمعة لا تحلو إلا بالشيخ الطبلاوي الشيخ الطبلاوي كان قارئ الجامع الأزهر يعني أنا أدركت شيخ طباوي هو كان يقرأ على كرسي الجامع الأزهر يوم الجمعة فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمته واسعة وأن يطيب الثرى ويعني نسأل الله عز وجل أن ينزل عليه سحاء الله ورحمته والرضوان الله معمين يا ربنا يرحمه نتكلم نهاردة شيء أحمد عن قبر الخواطر تفضل ربنا يسألك ويقبر بخطرك دائما الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما أعطيتنا اللهم أمين لما نعرف أن كلمة جبر الخواطر جاء من لفظ الجبار الجبار جاء من الجبر وهنا لما يكون في اسم من أسماء الله عز وجل الجبار وبعض الناس تفهم الاسم اللي هو بمعنى الذي يقهر لكن معنى تاني اللي هو الذي يجبر الفقر بالغنى والمرض بالصحة الإنسان المريض ربنا الكريم سبحانه وتعالى يجعله صحيحا ليه؟ عشان يجبر بخطره الإنسان الفئير ربنا تبارك تعالى يجبر بخطره فيجعله غنيا الإنسان الجاهل ربنا يجبر بخطره فيجعله عالم متعلما وهكذا فإحنا جبر الخواطر ده يعني سبحان الله خلق إسلامي عظيم كان بيستخدمه النبي عليه الصلاة والسلام في كل حياته عليه الصلاة والسلام في الأقوال كان بيستخدمه سد النبي في الأفعال كان بيستخدمه سد النبي عليه الصلاة والسلام لما يجي مثلا في قضية الأقوال حلا إن سد النبي مثلا في فتح مكة لما قال من دخل دار أبي سفيان فهو أم ده أصلا قمة جبر الخاطر لأبي سفيان لما في فتح مكة وجاء أبو قحافة اللي هو والد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبعدين يعني النبي ذهب إليه أو جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لأبي بكر الصديق هل لا تركت الشيخة حتى نأتيها يعني أنت يريتك كنت سبته مكانه ده جبر الخاطر عفكة جبر الخاطر قلب سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك تعالى عنه أرضا لأن سيدنا أبو بكر الصديق يعني له نعم على هذه الأمة كثيرة لا تعد ولا تحصل لدرجة أن النبي بيقول يعني ما من إنسان إلا وله أياد علينا قد كافأناه بها إلا الصديق أبي بكر آه ليبا الصديق قال فإن الله عز وجل هو الذي يكافئه يعني حتى نستطيع أن نكافئ الصديق رضي الله عنه فبيقول له هل لا تركت الشيخة حتى نأتيها وبالنسبة في الوقت ده جاء والد سيدنا أبو بكر لكي يدخل في دين الله رب العالمين يعني تأخر إسلامه إلى بعد فتح مكة فقال الصديق رضي الله عنه هو أولى أن يأتيك يا رسول الله لكن كلمة سيدنا النبي الأولى كانت من باب جبر الخاطر لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأيضا لوالد الصديق رضي الله عنه وفتح مكة شيخ أحمد قال لهم يذهبوا فأنت مطلقاء ده أعظم بقى يعني أنت متخيل أني شوف عذب النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام وقريش قتلت من قتلت من أصحابه ونهبوا الديار والأموال وفعلوا كل شيء بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكان لما يمر عليهم كده يقول صبرا ألا ياسر فإني لم أمر بالقتال ويعود 13 سنة بالحال ده ويضع السنة الأولى من بعد هجراته إلى المدينة يبقى كده 14 سنة حتى أذين الله عز وجل له بالقتال وال14 سنة كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يشوف العذاب اللي شافوا الصحابة طبعا قتلوا أصحاب رسول الله نهبوا الديار والأموال يتلمي وطردوا بقى النبي يعني في النهاية بقى كل ده طردوا من أحب بلاد الله إلى الله وأحب البلاد إلى قلب النبي في ذلك الوقت ويجي النبي فاتح لو النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقتص منهم محدش يجو أنه يقول له أنت لماذا فعلت ذلك طبعا زيك أنا بقول والله لو قطعهم إربا إربا ما جروا أحد أنه يقول لي سيدنا النبي أنت عملت ليه كذا عليه الصلاة والسلام ومع ذلك النبي يقف لهم كذا ويقول لهم ما تظنون أني فاعلون بك في الوقت ده قال له أنت بقى كريم وأنت أقول أخ الكريم قال النبي عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم من طلقات قمة العفو قمة العفو ده عفو النبي بيعلنها اللي هو عفو شامل عفو شامل عن الجميع اليوم ده هذا يوم يحب الله فيه التسامح والله يحب فيه العفو وكان ده أيضا من باب جبر الخاطر يعني هو ده كمان جبر الخاطر النبي عليه الصلاة والسلام حتى لمن آذوا رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني ده دول اللي آذوا سيدنا النبي مش اللهم ما بيع يعني بيعوا رسول الله أو مثلا تمسكوا بهدي لا ده دول اللي آذوا سيدنا النبي ومع ذلك جبر بخواطر صحيح يمكن شيخ أحمد من أنواع جبر الخواطر في حاجات بتكون أفعال وفي حاجات بتكون أقوال يعني كلمة طيبة صدقاء وفي حاجات بتكون تبسمك في وجه أخيك أصلا طبعا أني بس بمجرد واحد ما يتبسم في وجه أخي ولذلك أنا قلت جبر الخاطر هو إما أن يكون قولا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وإما أن يكون فعلا طيب هو أفعال زي إيه على سبيل المثال مثلا الرجل لما راح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ومسكوا من هنا وقال له أعطني من مال الله الذي عندك فليس بمالك ولا مالك أبيك أنت خال واحد جاي لك يقول لك الكلام ده يعني المال ده لا مالك ولا مال أبو ولا مال أهلك آه يعني ولا مال أهلك باللغة أمية كده فأنت تعمل إيه سيدنا عمر رائف عاوز يعني خلص الراجل سفر طول يطلع آه عمر رضي الله عنه فالنبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأعرابي لما راح للنبي عليه الصلاة والسلام وعطاه يعني سبحان الله غانى من بين جبلين تمام فالراجل إيه ده فقال أما رجع لقوم قال يا قوم أسلمه فإن محمدا يعطي إعطاء مالا يخشى الفقر ده راجل بيعطي كذا كأنه مش خياف الفقر طبعا أبدا طبعا عليه الصلاة والسلام ده كان فعل فعل في جبر خاطر آه أيضا كذلك الأمر حتى في إدخال السرور على قلب الإنسان صحيح يعني لما مثلا يجي آه زاهر مثلا وكان من البادية ويا جئت واحد من البادية رايح المدينة المدينة هي الحضر بالنسبة لهم هيروح إيه عايز سوى هيشوف النبي عليه الصلاة والسلام ما روش حد فذهب المسجد هل أحد منكم رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام لا مشوف ناش سيد النبي طب في بيوتنا ما فيش النبي مش مقود ما نعرفش راح فيه النبي عليه الصلاة والسلام فلما جاء الأولو طب واي راح فين ما ذهب إلى السوق يبدأ بايد يعني البضاعة فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إن زاهرا جاء رسول الله وقد سأل عنك يا رسول الله طب بالنبي في بيوتين زاهر يكون راح يعني يروح فين يعني ما لهوش أهل في المدينة هيروح فين يا إما عاد في المسجد يا إما في السوق تماما إنهم من البداية فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى السوق ووجد زاهرا فأول ما شاف زاهر فحط ييده على إيه على جي من وراء كده وحط وضع يديه على عينيه تعالي بقى اللي هو بيمزح معه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام فقال النبي من يشتري العبد من يشتري العبد وفي الوقت ده كان عندنا الأحرار وعبيد العبد فالتخيل بقى زاهر إيه وناه على جاء الحر واطلع عبد في نهاية عبد في نهاية فيين ده أصلا فلما علم أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام قال تجدوني كاسدا والله يا رسول قالت إذن تجدوني كاسدا والله يا رسول الله وخلاص عرف لو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو عاوز يطلع بمعلومة فقال النبي عليه الصلاة والسلام مشوف هنا قمة جبل الخاطر قال لكنك عند الله غال يا زاهر يا الله هو خلاص خادل خادل بلناية عايز يدي خلاص وهو غالي عند الله فده كان جبل خاطر أيضا من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك أفعال النبي عليه الصلاة والسلام لما تجي له واحدة مثلا في حديث أنس في صحيح مسلم أن امرأة كان في عقلها شيء نحن نبقى عليها مجنونة فإذ بها تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول يا محمد فيقف النبي ويبتسم لها وتقول له ليه إليك حاجة فسيدنا النبي بصرها كده ويبتسم فقال سلي حاجتك أو في أي طريق من طرق المدينة شئتي أقضي لك حاجتك شوف أنت عزة طرح فينا راح معك سبحان الله وكان النبي يقول لها يا أم كلان انظري أي سكك المدينة شئتي حتى أقضي لك حاجتك ربنا يكرمك الشيخ أحمد طيب يعني إذا ما نقول أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأيضا أحب الأعمال إلى الله اتخال سرور على مؤمن الشيخ أحمد أكيد طبعا وده اللي احنا نتكلم فيه الوقت من خلال مبادرة فستبقوا الخيرات أن معنا الحاجة ابتسام من عزبة علي عيد الزهراء بمحافظة الإسماعيلية الستي كانت موجودة وعيشين في بيت يعني على قد حالهم ورغم ذلك شوية المطر اللي كانوا موجودين الفترة اللي فاتت هتشوفوا طبعا في التعارير إيه اللي بيحصل والحال تبدل من شيء يا راضي به إلى شيء غصب عنها بقت تعيشها هي وأولادها مفروض في الشارع يعني أو عاملين خيمة كده باستار يعني هنشوف إيه اللي بيحصل مع الحاجة ابتسام ونرجع نكمل معكم بإذن الله في مناك حياة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومناك ده إيجا تطلعت نقلت ما ينفعش اللي بتتعودي في البيت والبيتها هو هوريه لحضرتك وطلعينا يعني هي كانت في النطرة بتخر علينا والعرق طقت بس ما إيجا العرق ده طق خالص ونزل اتصلت منك ده قالك لها ما ينفعش لأنت تعودي وطلعنا حاجتنا وطلعنا إحنا وقاعدين في الدقاط في الجنين يعني مين عانيت حاجة انت عانيت كما معي؟ معي ثلاث أولاد وجوزي أرزائي والعيال بضع يعني في الدراسة وانا والله كنت يعني استحملين وقلنا الحمد الله عن العيشة وكده احنا حسن من غيرنا بس يعني الظروف دلوقتي يعني مش معي اللي أنا أبني ولا أجيب شقة ولا كده تعالوا برضو ممكن أوريكم لنا المكان اللي أنا عادة فيه موسيقى موسيقى حضرتك دي الحاجة بتاعتي في الشمسة هي والله مرمية بقالي شهر وانا نايمة النومة دي والحاجة هي كلها في الشمسة هي كل الدوليب والحاجة والسرائر بس السرائر قعدنا كنا نايمين الأول هنا على المصطبة لما يجت الحطة بترايح علينا راحنا قمنا وقعدنا هنا في الجنيد موسيقى وهوري حضرتك برضو احنا بنام فين وفيه هنا تعبين وفيه تعالب وكده وبخاف الله على عيالي طول ما نقعدة ما بنامشي الليل عشان موسيقى 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 زي ما شوفنا مع بعض في التقرير الحاجة ابتسام من عزبة على عيد الزهراء بمحافظة الإسماعيلية اعتقد الصورة موضحة كل شيء عشان كده بنقول احنا دايما من خلال مبادرة فاسطة بكو الخيرات الناس دي دايما مننا والناس ده هما أهالينا الناس دي لا غرب ولا جايين من مكان تاني فطبعا اي حد عايزة تواصل معنا هنوصله للحاجة ابتسام بنقول في شهر رمضان كريم فكون سعداء جدا 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 وزي قبل الفاصل كنت بكلم مع الشيخ احمد حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام احب الناس الى الله انفعهم للناس واحب الاعمال الى الله انك فعلا تدخل سرور على قلبه مؤمن فتخال الناس دي الوضع يعني مش محتاج واكيد الشيخ احمد الملكي هيعلق على المشهد اللي هو شافهم هو اكيد لا شك ان دي حالة يرفث لها يعني لما يكون امرأة معززة مكرمة ثم بعد ذلك وخلي بالنا هي كتراضية بالبيت يعني هي البيت اللي هو الواصل الى حد اللي هو الكفاف فقط لا اكثر يعني ومع ذلك هما راضين بلولة ان جات السيول يعني السيول هي التي يعني فضحت المنظر اللي احنا شايفينه ده فالمرأة للأسف الشديد هي يعني حاجة هي كانت مستورة والان هي في العراء يعني هي في الخلاق الان وزا ما حضاك بتقول يعني احنا بس بنجملها بنول خيمة لكن هي الاصل ما فيش يعني هي قاعدة في الشارع يعني الحاجة التانية ان يا جماعة امرأة زي دي امرأة يعني هكذا وزوجها اللي هو ارزقي اللي هو العمالة اليومية الغير منتظمة وابنها وعيشين بالطريقة دي من الواجب علينا الواجب علينا ان احنا تكون وقفين جنبيها وهو ده ادخال السرور على قلب انسان مسلم اللي انت تبدأ تدخل السور وتدخل الفرحة وهي مش طالبة حاجة كتير تتكلم الستر اللي هي القوضة وصالة يعني هي مش طماعة مثلا اللي احنا بنتكلم ويقولك اشوفولي شقة اوه بتقول يا جماعة ده انا عاوزة بس هو قوضة وصالة ده هذا بخلاف الدين اللي هي بتقول يعني اللي الدين اللي عليها مجوزة خمس بنات تقريبا بتخيل حضرتك الدين اللي هو خمس تلاف جنيه اللي هو في دنيا الناس الان لا قيمة للخمس تلاف الان يعني لكن هي بتكلم في خمس تلاف ومش عارفة كمان اللي هي تسفع الفلوس دي يا سيد محمد احنا في اشكالية كبيرة جدا في اشكالية ان الناس اين الاغنياء لان الفقراء دول في النهاية هم يعيال والله عز وجل يعني الله عز وجل ما اعطى الاغنياء الاموال لكي ينفقوها على انفسهم بس بل هذا ابتلاء من الله عز وجل والناس لازم تفهم الكلام ده انا لما ربنا يديني الفلوس الالف جنيدي ده ابتلاء عشان يشوفك انت ابتلاء اللي هو اختبار فبيبدأ يختبرك الالف جنيد ده هتطلع حق الله عز وجل منها لا هتطلع حق الفقير ولا ولا تمسكها طيب لا انا امسكتها شوف الله عز وجل اللي عنده بقى نصاب المال والكلام ده ولم يخرج الزكاة الله عز وجل يقول الذين والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ها ايه الجذابة فمشيرهم بعذاب ومش عذاب بس يا الله مش بعذاب بس عذاب النري قال أليم طب شكله ايه الجذابة يوم يحمى عليها في نار جهنم يا الله فتكوى بها جباهو مش دي بقى الفلوس اللي انت كنت حبيبها يعني في الدنيا ده ربنا بيقول لك انا اديتك مئة الف وطلع عالفين ونص ربنا بيقول لك انا اديتك 85 جرام ما يعادل 85 جرام من الدهب وبقول لك طلع عالفين ونص في المية منه وده مش حقك ده مش مالك لان بعض الناس احنا بتمسك المال وكأنه ما يأملها الله الذي اعطاك اياه هذا المال ده اديك المال ده انما هو من باب الامانة صحيح ده من باب الامانة فانت دلوقتي مضيع لهذه الامانة المال اللي انت حب في الدنيا ده تحمى عليه يوم القيامة يا الله ولا يازوا بالله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا آه يعني سبحان الله شو بقى اكمل للآية يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم يا الله فذوقوا ما كنتم تكنزون هو ده المال بقى خلوا بقى المال ده ينفعه يوم القيام وحضرتها قلت الآية اللي هو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علي والصحابة كانت سبحان الله عندهم بضرة عجيبة جدا لما يتنزل الآيات تتلى على النبي عليه الصلاة والسلام وهم يسمعوا الآيات يدوا ويبدروا يعني مثلا أحد أبو طرحة لما كان عنده بستانه فيه أرض البستان اسمه بيرحاء أو بيرحاء ده حديقة بستان وكان فيه النبي مية عزبة وكانت مقابل لمسجد النبي وكان النبي يحب يشرب منها عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لما نزلت الآية لن تنالوا البر ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله لقد نزلت اليوم آية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علي يا رسول الله أشهدك أن بيرحاء صدق في سبيل الله تمام كان بيحبا جدا بيحبا جدا فخذها يا رسول الله وضعها حيث أمرك الله حيث أمرك الله وبعدين هو قاله وإن أحب أموالي إلي بيرحاء أحب الأموال عندي اللي هي بيرحاء طب خذها بقى يا رسول الله وتصرى فيها فتبسم إليه النبي عليه الصلاة والسلام قال ذاك مال الرابح ذاك مال الرابح يعني المال اللي أنت تصدقت به تربح به إن شاء الله في الدنيا وتربح به في الأغلب ابن عمر ابن عمر كان بيتصدق بالسكر فقالوا له ابن عمر يعني لو طعام لو جبت فياب أنا الله أنا بتصدق بذو ده بس أنا بتصدق بالسكر لأنه ربنا أعلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وأنا والله ما أحب إلا السكر يا الله يعني للدرجة دي كانوا يحبوا السكر فامرأة زي دي يا أستاذ محمد يعني امرأة لابد من الجميع التكاتف وأن يقفوا بجوارها يعني السؤال أين الأغنياء يعني أين الأغنياء وإحنا قلنا يا جماعة لو كل واحد طلع بس زكاة ماله وطلعها بالعدل ويتصدق الناس وصدقت التطوع والله لن تجد فقيرا لن تجد فقيرا يا جماعة خلي بالكوا إن الأموال اللي معاكم دي إنما هو ابتلاء من الله رب العالمين ربنا بيختبر بهذا المال بعض الناس يا شيخ أحمد ممكن يقولك أنا عايز أطلع زكاة أو عايز أتبرع عليها بس دايما الزكاة إحنا وغدين يعني بيننا وبين نفسنا إن الزكاة في رمضان مبلغ بسيط أحيانا تمام فبعض الناس يقولك والله أنا نفس أتبرع عليها لكن المبلغ بالنسبة لي برضو يعني ممكن أبقى مكسوف وأنا بتبرع به أو شيء قليل نوعا ما بص أول حضرتك هو اللازم نفرق بس في رمضان بين زكاة المال وزكاة الفطر جميل يعني زكاة الفطر هي الواجبة في رمضان على كل إنسان لكن زكاة المال لمن بلغ النصاب وحالة عليها الحول يعني دي حاجة وده حاجة وحالة عليها الحول مش شرط اللي هو اللازم يكون في رمضان حالة عليها الحول سنة هجرية يعني مثلا ممكن يكون في محرم ممكن يكون في ربيع ممكن يكون في جماد يبقى بلغ النصاب مثلا أول السنة مثلا وليكن في ربيع أول يبقى يجي ربيع اول السنة اللي بعد كده اشوف هل النصاب موجود اه موجود وزاد الحمد لله او كما هو بعد سنة هجرية اطلع اتنين ونص في المية الالف عليهم خمسة وعشرين جنيه والمئة الف عليها الفين ونص المليون عليهم خمسة وعشرين الف جنيه اطلعهم وين الاصناف الثمانية اللي ربنا ذكرهم في صورة التوبة انما الصدقات والفقراء والمساكين والعملين عليها الى اخر فهذه واحد يقول والله اصلا ما معيش وانا اعيب اوي لانا اصدق بخمسة جنيه او يعني لانا اتصدق بعشرة جنيه اقول له شوف ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جبر بخاطرك واحنا بنتكلم في جبر الخواطر رب درهم سبق مئة الف درهم واحد عنده درهمين اتنين يعني يعني طب اعمل ايه اتصدق بدرهم قليل اوي والتاني بيتصدق بمئة الف بس انت معك درهمين فلما تصدقت بدرهم يبقى اذا انت صدقت بقى ديه بنص مالك التاني معه مليار ايه اتصدق بمئة الف صحيح فعني تقريبا واحد على مئة حضر اخي برحك كنت بتستشهد مثل الذين انفقون اموالهم في سبيل الله مثل الذين انفقون اوه طبعا يعني شوف الاية في سورة البقرة مثل الذين انفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انتعارف لما تيجي الفلاح بيعمل الفلاح بيرحاطة الحباية كده في الارض وبعدين يبدأ يتعاهدها يبدأ يتعاهد هذه البذرة بالسقي والرعاية عشان تنموا وتكبروا بعدين ينتظر بقى من الله عز وجل هو بيعمل الاسباب انا كذلك الامر معايا الجنيه جميل حتصدق بيه خب بقى بالاسباب انت لازم تتعاهد اعمل ايه اول حاجة المال الحلال جميل ان الله تعالى طيب لا يقبله الا طيب الاخلاص انت بتطلع ده ليه عشان الله مش متربد ولا حاجة فربك الكريم يقول كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم عليم بس هو عليم بمكنونات الصدور بما في قلبك هل اخرجتها لله ام لغيره طبعا فتعاهد الصدقة حتى يخلف الله عليك ربنا يكرمك يا شيخ انا سأجزل بقولك معنا انا سأجزل بقولك معنا انا سأجزل وانا وقتين والله يفعلك حياة الله يخليك ربنا يسعلك وربنا يكبر بخطرك دايما ده انت اللي ربنا يخليك رمضان كريم الله اكرب ويجعله عامر يا رب يا رب اللهم امين يسلم اشجاج احمد بنقول دايما ان الستر ده اعظم نعمة من عند ربنا نعمة الستر ربنا يا رب يسطرنا جميعا وربنا ايضا يا رب يكبر بخطرنا جميعا بنقول من خلال مبادرة فاستبقوا الخيرات والجماعة المصرية بنحاول بقدر الامكان من خلال حضراتكم اللي احنا نتواصل مع الناس ونكون حلقة وصل سواء اذا كان بناء مساجد او المشاريع الصغيرة لبعض الشباب او في مبادرة السند لو بيت محتاج سقف ولا حاجة وزي حالة الحجة ابتسام ايضا دلوقتي هنروح لتقرير كانت مجدى من المنصورة من قرية الدرافيل 36 بمحافظة الدالية تابعة المركز بلاس كان نفساف كرسي وكان الستة ايضا والدتها عليها يعني يجوز من المديونيات فبفضل ربنا وبفضل اهل الخير هدرنا نوصل لمجدى هنروح نتفرج ونشوف الابتسامة على وش مجدى وكده اعتقد نهاية الحلقة اشكركم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم النهاردة من قرية الدرافيل 36 التابعة لمركز بلاس التابعة ايضا لمحافظة الدالية قبل كده كانت الحاجة مجدى كانت طلبة كرسي متحرك ومن خلال اهل الخير وفضل ربنا طبعا ومن خلال الجامعة المصرية ومبادرة استطابقوا الخيرات قدرنا الحمد لله من خلال حضراتكم نوفر لها الكرسي وجاينا النهاردة نسلم عليها ونسلم لها ايضا الكرسي باذن الله السلام عليكم ازاك امم مجدى كرسي متحركين ازاك يا مجدى انا يخلن اخبرك ايه وصحتك عامل ايه الحمد لله كرسي متحركين كرسي متحركين امم مجدى انتوا قبل كده كنتوا طلبين لمجدى كنتوا طلبينك قبل كده يا امم مجدى كرسي المجدى وده بإذن الله بفضل أهل الخير قدرنا نوصل للكرسي معايا مكدا بسنة طيبة تقدر الوقت بقى إيه إن شاء الله تتحرك براحتك كده وتروحي أي مشوار ولا حاجة من خلال الكرسي بإذن الله إن شاء الله أم مكدا أخباركو إيه؟ أخبار دولة أمام أم مكدا أنتو كنتو طلبين قبل كده كانت إيه طلباتك برضو نفكر مشاهدين محترمين؟ الطلبات بس إن حاجة بنتي تقعد عليها كرسي وصدد الدين اللي علينا والحمد لله ربنا بعد كلين والله هو بفضل ربنا طبعا وبفضل المشاهدين المحترمين اللي بتفرجوا علينا وأهد الخير من خلال الجماعية المصرية ومبادرة فاستابقوا الخيرات الناس تواصلوا معنا وإدرنا الحمد لله نوفر المكدا الكرسي اللي يكن الطلبها كل سنونا نتبقى مكدا وانتبقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر